منذ أيام قليلة كشفت تقارير عن قيام شركة فيسبوك بتطوير تطبيق جديد بعنوان لول يستهدف فئة الشباب حيث يقوم من خلاله المستخدمون بمشاركة مقاطع فيديو مضحكة وصور متحركة والمعروفة بصيغة ال-GIF أو ال-GIF وبحسب التقارير فإن الشركة تعمل على التطبيق منذ أشهر لكنه لا يزال في مراحله التجريبية ويتضمن التطبيق فئات مثل For You و Animals و Fails و Pranks وغير ذلك من المحتوى الذي تنقله الشركة من أشهر الصفحات الكوميدية على شبكتها الاجتماعية وتفاصيل أكثر أكيد معنا عن هذا التطبيق معنا من عمان خبير مواقع التواصل الاجتماعي يزان سوالحا صباح الخير يزان صباح الخير كارلوس أهلا وسهلا بداية يزان لو تعرفنا أكثر ما معنى أو ما هو تطبيق لول هذا ما هي آخر الأخبار المتداولة عنه حتى الآن أكيد ولا صباح الخير إليك صباح النوع تطبيق لول الآن التطبيق هو تطبيق لسه قيدة ليس قيدة دراسة قيدة تطوير من شركة فيسبوك هذا التطبيق الذي يسلط الضوء على الفيديوهات القصيرة والبسيطة جدا مثل الميمز والجيفس هذا التطبيق حاليا يجري دراسته على مجموعة بسيطة من المراهقين أو فيئة الشباب الولايات المتحدة وطبعا أكيد التركيز على هذه الفيديوهات البسيطة والقصيرة لجلب فيئة الشباب طيب يزن يعني نحن مثل ما يمكن هلأ صاروا الجيفس يعني كتير متداولين عبر السوشيل ميديا عم نعرف أنه هي عبارة عن فيديو أصير مكون من إذا في نقول عدة فريمز تشكلوا لنا يمكن بضع ثواني قليلة بيكونوا لشي حاصل مضحك واليوم يعني كمان صار فيه تطبيقات من نزلة ومنعمل كوبي بيست لهولي الفيديوهات عبر الواتساب أو عبر الماسنجر وحتى بالماسنجر وعبر انستجرام صار فيه متلميزة اللي نستعملون يعني اليوم الجيفس بي الفيسبوك شو رح يضيفه؟ فيسبوك عم تحاول تسلط الضوء على هاي الأشياء خلينا نحكي أنه اليوم الأكثر استخداما عبر جميع هاي التطبيقات هو الجيفس والميمز اللي موجودين بتطبيق واتساب وبالتطبيقات الأخرى طبعا فبعد دراسة أكيد وتحليل من موقع فيسبوك أكيد هم بشاهدوا من خلال المشاركة بصفحات الفيسبوك في عندهم مشاركة جدا كبيرة على هاي الميمز أو الجيفس من الفئة المعينة خاصة أنه فيسبوك اليوم عم بيشوف أنه تطبيق فيسبوك عم بيكون أكتر للعائلة فعشان يقدر يوصل لفئة الشباب بدون مشوفوا إيش اللي أكتر مشاهدة من قبل هذه الفئة فكانت بعبارة عن الجيفس والميمز اللي رح يكون لها بوابة مخصصة ويمكن تنطلق كتطبيق مختلف ومنفصل كليا عن تطبيق فيسبوك صحيح فبالتأكيد التركيز والتسليط الضوء على الأشي اللي بيحبوه الشباب من خلال موقع فيسبوك هو لجلب هذه الفئة إلى هذا التطبيق وإعادتهم مجددا بعد ما توجه الأغلب لهم بسناب شات وإنستغرام لكن هل في إحصائية فعلا يزن لأنه هو فعلا بيقال أنه هو يكذب مرة أخرى المراهقين أو الشباب هل في إحصائية فعلا بتقول أنه الشباب والمراهقين ابتعدوا عن الفيسبوك أم هي محاولة فقط للإتيام بالمزيد الفيسبوك أجرى مؤخرا العديد من التطويرات على الموقع خلينا نحكي اليوم إنستغرام تي في وفي عنا بالتأكيد تبني موقع تيك توك الترفيهي صحيح تبني هاي التطبيقات يعطينا أكيد انطباع بأنه فئة الشباب عم تخرج من موقع فيسبوك إلى التطبيقات الأخرى وبما أنه في عنا التطورات هاي والخصائص اللي عم تطلع جديدة لاستهداف هاي الفئة فبالتأكيد النسبة كتير عالية بتكون من توجه الشباب بسبب وجود العائلات على موقع فيسبوك إلى تطبيقات أخرى يعني عفوا كاريا هم مش عايزين عائلتهم يبقى معاهم يبقوا معاهم يعني على الفيسبوك يازن بتأكيد كل واحد بده خصوصيته موقع فيسبوك تفضل تفضل بس هاي حب أنوح أنه اليوم موقع أو خلينا نحكي فئة الشباب عم تتوجه إلى موقع سناب شات وموقع انستغرام برضو بسبب الفيديوهات القصيرة والقصص المصورة يمكن هذا الإشي اللي عم بيخلي أنه فيسبوك لا خلينا نجيب هاي القصص المصورة البسيطة جدا ونخطها في بوابة جديدة عبر فيسبوك عشان نقدر نجيب فئة الشباب خاصة أنه رح يكون فيها خاصية المشاركة وإحنا زي ما بنعرف أي منشور بيكون على موقع فيسبوك بيكون فيه الهاها والواو خلينا نحكي الانتر اكشنز فرح يكون حتى بطريقة التفاعل عبر هاي الفيديوهات مختلف رح يكون هو عبارة عن فني هل هو الفيديو مضحك أو غير مضحك أو عادي جدا بس يعني يزن خلينا بعد يمكن نشرح أكتر أنه كيف رح نستعمل هولي الجيفس هل هنه متل ما بنستعملهم نحنا حاليا على غير يمكن تطبيقات نعمل كوبي بيست ولا نحنا قادرين اليوم يمكن نصور حالنا أو نصنع هالفيديوهات بالتأكيد اليوم حتى الموبايلات الحديثة أغلبها بيقدر يعمل لك الجيفس هدولة الصغار الفيديو البسيط جدا نعم وبإمكانك أنت ترفع على مواقع أخرى مثل جيفي اللي هو أغلب المواقع أو تطبيقات الكبيرة عم بتعاملوا مع هذا الموقع في موضوع المخصص بالجيفس بالنسبة لفيسبوك فيسبوك لم يتم الإعلام بعد إذا رح يكون رفع هذه الجيفس أو الميمز عبر موقع فيك أو موقع آخر بما أنهم هل هم يستخدمون الجيفس من برضو مواقع أخرى وليس موقع فيسبوك صحيح لكن سيتم أخذها من الصفحات الكبيرة حسب التفاعل إذا كان تفاعل كبير سيتم أخذها إلى هذه البوابة بوابة لول نعم لكن هل بالفعل ستكون هذه القصص المصورة لفترة زمنية ثم تختفي من بعد ذلك ولو الإجابة بنعم لماذا طيب بالتأكيد لم يتم التصريح بهذا الموضوع من قبل فيسبوك لكن فيسبوك الآن هو أكبر داتا بيس موجودة فبالتأكيد سيقوموا بألغوريثم معينة لتحليل الجيفس والميمز يعني صحيح سيفي عندنا بوابة مخصصة يسمها فور يو لما تكون فور يو فهو الألغوريثم أو الخوارزمية رح يشتغلوا عليها فيسبوك هو ظهور فيديوهات القصيرة والجيفس والميمز حسب ما تشاهد يزن خلينا نتكلم شوي اليوم عن يمكن لما يعني نزل تطبيق اسمه سنابتشات العالم صار فيه ممكن هجوم عليه صاروا بالملايين يستخدموا بعد فترة صغيرة يعني شركة انستغرام اللي انضمت بعدين لفيسبوك نزلت نفس الخاصية هيدا صار فينا كمان نشوف ستوريز وبعدين على فيسبوك اليوم يمكن أشهر تطبيق للستوريز هو الانستغرام يمكن نغطى شوي على السنابتشات اليوم وقتا ينزل شي جديد موجود يمكن بغير مواقع وهلأ يعني فيسبوك هل أنت اليوم بتتوقع له أنه ينجح ويضاهي يمكن تطبيقات تانية ولا رح نشوفه ولا يمكن شي بالنسبة لألنا رح يكون عادة جدا على اختلاف الثلاث تطبيقات فيسبوك وسنابتشات وانستغرام طبعا أكيد حسب الفئة لكن الثلاثة عندهم نفس الخاصية خاصية القصص المصورة والثلاثة يحاولون يأخذون من بعض بالتأكيد انستغرام هو مملوك من شركة فيسبوك وطبعا هي سياسة من فيسبوك لقتل التطبيقات الأخرى يأخذ هذه الخاصيات وضعها عندهم وجود هذا الخاصية كستوريز على فيسبوك لم تكن بالنجاح الفائق زي ما كانت ناشحة على موقع أو تطبيق انستغرام لكن خلينا نحكي كمية الترفيه الزائد المتواجد على فيسبوك ومحاولتهم لجذب الشباب أو فئة الشباب سوف تكون يعني خلينا نحكي ما تكون مقبلة من عند هاي الفئة فلازم نشوف كيف في الطريقة اللي رح يعرضوا فيها هاي الفيديوهات وان شاء الله تكون اشي كويس يعني لكن يعني يزن سريعا جدا حريك بتقول انه هو لسه في مرحلة التطوير ومعروض يعني على مية طالب في مدرسة سنوية عشان يشوفوا هيتفاعلوا ازاي يعني هل ده يكفي يعني انت بتطلع تطبيق للعالم كله من جنسيات مختلفة هل مية طالب في مدرسة سنوية في أمريكا كافين انه هم يقولوا اللي بيتطلبوا او اللي بينقصوا او 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 بالتأكيد مرحلة الاختبار على فئة بسيطة جدا لا يعني ان التطبيق هو كامل مية بالمية اكيد هو قيد التطوير وفي الوقت الحالي ما بيكون فقط مقتصر على هل هو مناسب لفئة الشباب او لا هو بيكون بالتأكيد اذا فيه خلينا نحكي باكز او فيه ثغرات معينة خاصة انه مؤخرا فيسبوك تعرض الى الكثير من الثغرات الامنية نعم ففيه محاولة منه بالتأكيد الى اختبار هذا الموضوع يعني نحنا على كل حال متشوقين انه ينزل تنشوف يمكن نحنا يعني شخصيا نعمل تست عليه لهذا الشيء الجديد يلي اكيد اطلقته او رح تطلقه فيسبوك من هلأ الوقت بنتمنى لك يمكن نرجع نلتقي بركي كمان تنحكي عن مواضيع اخرى شكرا لألك خبير المواقع التواصل الاجتماعي يا زن صوال حتى انت معنا من عمال اشتركوا في القناة